أحياناً يصيب سيارتك عطل مفاجئ أو مجهول السبب فتحتاج إلى أن تذهب بها إلى ميكانيكي لإصلاحها ولا شك أنك تفضل الميكانيكي المسلم ذا الكفاءة والخلق والدين فهو متقن لصنعته خبير في مهنته يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وهو دائم التطوير لمهاراته وخبراته ويعمل على استخدام أحدث الأدوات والأجهزة لصيانة السيارات وهو أمين على سيارتك فلا يستبدل قطعة منها إلا إذا كانت تالفة فعلاً وتحتاج إلى تغيير فلا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له كما ورد في الحديث وهو ناصح لك يركب لك أنسب قطع الغيار وأفضلها جودة وسعراً قدر المستطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ولا يغشك في نوعها ولا منشائها ولا سعرها لأنه يعلم أن الغش حرام وهو أمين وعادل في تقييم أجرة يده فلا يغالي فيها فيظلمك بل يطلب مبلغاً معقولاً مناسباً لما بذله من جهد وخبرة وإذا استدعي إلى موقع عطل السيارة أسرع وأنجد محتسباً أجر تفريج كربة المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ويحافظ على البيئة ونظافتها وعلى سلامة المجتمع فلا يؤذي الناس بالمخلفات أو الأدخنة أو الأصوات المزعجة وهو صادق في مواعيده فيصلح لك سيارتك في الوقت الذي حدده لك دون تأخير فإن خلف الوعد من صفات المنافقين وهو يحافظ على الصلوات في أوقاتها فلا يلهيه عمله عن الصلاة ويحافظ على نظافة المسجد فلا يلوثه بملابس العمل بل يخصص ثوباً نظيفاً للصلاة وهذا من تعظيمه لشعائر الله قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب